ما رضيش أمرنا طلب مننا أن احنا ما نذكرش اسمه يقول كنت أتكب زنب كبير وهو الخيانة والآن أنا توبط إلى الله ولكن ما زال الشخص الذي كنت أعرفه يتصل بي ويلح عليه يبدو أنه يا امرأ إيه اللي حاصل ويلح علي أنا أظن أن هذا الشخص عايز يعمل هذا عايز يعمل إيه يعمل سيناريو للنبتزاز ولذلك بشكل واضح لابد أن تتعاملي عندنا ثلاث إجراءات لازم تأمينيها أول إجراء مع ذلك الشخص اللي احنا عملنا وقعنا فيه من الذنب تخلاص إذا تبتي التوبة تجب ما قبلها طب ربنا يفضحني أبدا إن شاء الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى مش هيفضحك طب ده أول إجراء التوبة وأظن أنت فعلته تاني إجراء بقى التصدي بكل قسوة لهذا الشخص لأن هذا الشخص من شياطين الإنس التصدي بكل قوة إيه تعملوله بلوك على تلفونك وفي نفس الوقت لو أنه هو زاد كده على طول بلغي عنه لأنه واحتمال كبير يكون ماشي في طريق الابتزاز يبقى أول حاجة نصده ونمنعه ونمنع كل هذه المسألة حتى لو حصلت خيانة توبي إلى الله سيدنا عمر قال لها أهلا سأل يعني بيقول له كده أهلا لما فضحت أهل بيتك ورسول الله صلى الله يقول للراجل لما قال لماعز عشان يجي الرسول قال له أهلا سترته بطب ثوبك فاستر نفسك استر نفسك ولا تفضحي نفسك ولا تسمحي لأحد أنه هو يفضحك ولو جم وسألوك أنت عملت كده أقول لهم لا استر نفسك ولو إن الشخص ده حاول يبتزك بلغي عنه وبكل قوة ووقت استجيبي لي الصنف ده من الناس لازم ينتقه من حياتنا الأشخاص اللي بيبتزوا البنات ويتعاملوا بكل هذه الوقاحة وطلب الفاحشة ويتلاعبوا بأعراض الناس لازم نقف ضدهم ونتحالف كلنا معه يبقى ببساطة وبوضوح هذا الشخص لو كرر ده بلغي عنه هيجي يقول معايا بلغي برضو عنه لأنه في الحقيقة بيطلبك أن أنت تقع في الرذيل يبقى على طول على طول سبيه وبلغي عنه حاجة التالتة زودي من قيام الليل قيام الليل ده يخلي قلبك أع ليه؟ لأن الليل ده وخاصة في السلس الأخير من الليل ده وقت أحباب وقت العشاق لله فلما تقيم الليل أعتقد قلبك ازداد تعلقا بالله وناجي الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى ينادي عليك في السلس الأخير من الليل فقيم الليل وخاصة في السلس الأخير من الليل أعتقد قلبك اطمئن وسبت وهو أن تسمحي لهذا الشخص أنه يسيطر عليك ترجمة نانسي قنقر